اللي عملوا الرئيس السادات اللي كان معارض من كل الدول ساعة عمله دلوقتي الناس مش طيلة ربعه لما تكلمنا عن الرئيس السادات وقلنا اللي عملوا ساعتها كله خصومه خصومه كانوا كسبانين كل الدنيا قطعت مصر متهيق لي ان كل عشر سنين بنكتب له صفحة جديدة عشان انت هزمت خصومك وانت مش موجود الله ارحمك كل خصومك هزمتهم وغلبتهم وانت مش موجود تحية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الراحل محمد انور السادات صاحب قراري الحرب والسلام السيسي الرئيس السيسي دائما ما يحيي قرارات وانجازات السيد الرئيس الراحل انور محمد انور السادات لانه كان رجل دولة المعاناة اللي كان بيشوفها الناس والرئيس قال ان احنا كنا بنعاني عشان نعمل الاصلاحات لكن لكن كنا هنسيب بلدنا بلا مستقبل لا لينا ولا الابنائنا ولا الاحفادنا مش هيلقوا حاجة دي اسيسيات لا يمكن اعفاءها او تأجيلها ودعا السيد الرئيس ايضا الى ان نكون دولة منتجة ومصدرة وليست دولة مستوردة الناس اللي بتستورد حاجات شوكالاتة باربعين مليون دولار وشنط البنات بمعرفش عشان ميتين مليون دولار ومزيل العرق يعني فيه اشياء كثيرة تستهلك الدولار وليس لها قيمة حاجات ترفيهية وقال الرئيس في نهاية الكلمة ان الله سيفصل بين الناس يوم القيامة مش شرط كل حاجة الناس تبقى فهماها وقتها والقرار بيتخل لي وده اللي قلناها بقى اللي هو التفويد والاستفاف ان هو فاهم اكتر منه هو بيتخذ القرار ممكن انا اتفهمه غير ما يتفهموه ربنا هيحسبنا على على قدر ما عطانا من عقل ده عنده عقل استوعب بنسبة عشرين في المية ده خمسين ده مية ففيه ناس ما بتبقاش عارفة قرار يتعمل ليه واتتخل ليه لكن ربنا هيفصل يوم القيامة ان كل اللي عملوه كان من اجل مصر مصر دائما وابدا تقف مع اشقائها واهلها ليست صدفة ان تكون مصر اول دولة على كوكب الارض منذ الاف السنين ليست صدفة ان تأخذ اسمها مصر من اسم ابن سيدنا نوع عليه السلام ليست صدفة ان يولد فيها نبي الله ادريس ويكون اول من كتب الاحرف بيده واول من فصل الملابس ليلبسها البشر ليست صدفة ان يطلق الناس منذ فجر التاريخ على النقود والاموال اسم مصاري مشتق من مصر ليست صدفة ان يشتري احد المصريين نبي الله يوسف ويعيش ويموت في مصر ليست صدفة ان تكون فيها خزائن الارض ويكون نبي الله بمثابة رئيس الوزراء فيها ليست صدفة ان يأتي اليها كل بني اسرائيل وعلى رأسهم نبي الله يعقوب وزوجته واولاده ليست صدفة ان يولد فيها ويقبر فيها نبي الله موسى ويكلمه الله في الوادي المقدس طوى وتكون المرة الاولى والاخيرة التي يصل فيها التي يصل فيها الله على الارض ويسمعه بشر في مصر ليست صدفة ليست صدفة ان يضرب ليست صدفة ان يشق الله فيها لنبي الله موسى طريقا في البعض لينقذه ومن معه وفي نفس الوقت يهلك فرعون ومن معه على نفس الطريق ليست صدفة ان يضرب فيها نبي الله موسى الحجر فيخرج منه استعشر عين من الماء ليشرب كل فريق من بني اسرائيل ليست صدفة ان ينزل الله على بني اسرائيل فيها المن والسلوى ليست صدفة ان تنزل التوراة على سيدنا موسى فيها ليست صدفة ان يبين الله فيها دلال بني اسرائيل وبينهم رسول موسى واخاه رسوله موسى واخاه وارود ويتركون عبادة الله ويعبدون العجل ليست صدفة ان تختارها مريم ابنة عمران ومعها طفلها الرضيع نبي الله ورسوله عيسى بن مريم التي احصنت فرجها مريم التي ذكرها القرآن ومعها امرأة فرعون مثلا للذين امنوا ليست صدفة ان تظل فيها مريم ورسول الله عيسى بن مريم سبع سنوات ليست صدفة ان يستعينوا نصارى مصر بالمسلمين لكي يخلصوهم من احتلال الرومان النصارى مثله ليست صدفة ان تذكر مصر في القرآن الكريم خمس مرات سراحة والعديد من المرات تكونوا اشارة الى مصر ليست صدفة ان تكونوا امنا هاجة زوجة نبي وخليل الله سيدنا ابراهيم مصرية ليست صدفة ان يقولوا رسول الله عن مصر استوسوا باهلها خيرا ليست صدفة ان يقولوا عمر بن العاص ان امارة مصر تعدل كل باقي دولة الخلافة ليست صدفة ان تحدث المجاعة في شبه الجزيرة العربية ويموت الناس جوعا ويرسل الفاروق عمر بن الخطاب يطلب الغوث من مصر ويكتب سلاسة كلمات فقط وغوثاه 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 والسلام فيجتمع المصريون ويقررون انقاذ اخوانهم في شبه الجزيرة العربية ويرسلون قافلة اولها في المدينة المنورة واخرها في القاهرة ويدعو الفاروق سيدنا عمر لمصر واهلها بالخير والنماء والرخاء ليست صدفة ان تكون البلد الوحيد الذي ذكر في كل الكتب السماوية التوراة والانجيل والقرآن الكريم واخيرا ليست صدفة ان يختص الله في القرآن الكريم مكانين بالامن والامان الاول بيت الله الحرام اول بيت وضع للناس في مكة والثاني مصر بطولها وعرضها بسم الله الرحمن الرحيم وقال دخلوا مصر ان شاء الله امين صدق الله العظيم حفظ الله مصر وحفظ رئيس مصر وجيش مصر وشرطة مصر وحفظ الله مصر قيادة وشعبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة